مساء الخير على أعظم جماهير نادي في الكون أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة والسادسة أسبوع بالتمام والكمال على الحداشر على لقب غالي جدا حققته فرقتنا في الدار البيضاء في المغرب وما زالت الاحتفالات مستمرة ولما بقول أعظم جماهير نادي في الكون أنا مش مبالغ لأنه الأهلي الحقيقة زي ما بيدينا دروس جوى الملعب جماهير الأهلي دايما متعودة تدي دروس برى الملعب ومع أكثرها من دروس قدمت الحقيقة فيها لجماهير كبيرة برضو ليها كل التقدير والاحترام لكن أكدت فيها على تفوقها حتى وإن كانت موجودة خارج الديار أعيز أحكي لكم شوية يمكن ناس كتير على السوشال ميديا تابعت لكن مش كل جماهير الأهلي تعرف الملحمة اللي كتبها ألف أو ألفين مشجع أهلاوي في ملعب أو مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في مناسبة نهائي دور الأبطال الأهلي والوداد والقصة باقتصار شديد للم يعرفهاش أنه جماهير الوداد احتفلت كالعادة مبكرا ومع الأهلي ما ينفعش أنك أنت تحتفل مش هقول إلا مع صفارة نهاية المباراة لما الملعب يطف نوره غير كده ما تفكرش أنك أنت تحتفل أو تحفل على الأهلوية أو على جماهير النادي الأهلي فكانت قصة أنه جماهير الوداد في مركب محمد الخامس اللي ماله طبعا يعني جنبات الليستات كله كانوا محضرين دخلة أنها دخلة المهمة الأخيرة أو فاينل كويست وجنب الرسمة اللي هتظهر أو جنب الصورة اللي حضراتكم شايفينها دخلة محترمة طبعا من جماهير نادي عظيمة يعني طبعا جماهير الوداد واحدة من أفضل جماهير الكورة في قارة أفريقيا وتسعى دايما بدخلاتها أنها تنفس الأندية الكبيرة على المستوى العالم وقد كان لهم ما كانوا حققوا الحقيقة دخلة عظيمة جدا كتبوا فيها فاينل كويست المهمة الأخيرة وفي مدرجات أو طرف المدرجات الكادر اليمين اللي حضراتكم شايفينه رسمة مش واضحة قوي لكن يعني هنقول إنها للشيطان أو لوحش أو بيلتهم شعار النادي الأهلي على أساس إنهما كانوا ضمنين الفوز وحقيق اللقب من قبل بداية المباراة نتكلم على سبعين أو ثمانين ألف مشجع موجودين في الاستاذ محضرين داخلتهم مرتبينها بيفجأوا بيها جماهير النادي الأهلي لكن المفاجأة الحقيقية كانت من ألف أو من ألفين بيمثلوا ملايين حضروا في ملعب المباراة للعالم كله مش بس الجماهير الوداد اللي موجودة في الملعب وداد طيفو الحقيقة كان بمثابة الصدمة أو وقع الصدمة على جماهير النادي الوداد لأن الفكرة والمعلومة اتصربت إزاي كيفاش إزاي ما بيقول الأشقاءنا في المغربة لسه محدش عارف لكن بالتأكيد القصة والحكاية والرواية ما انتهتش عند كده انتهت عند تيفو الأهلوية اللي كتبوا فيه وقالوا رسالة واضحة عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مفاجأة وقد كان طبعا رد بيفكرنا مواقف كتير جدا 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 حصلت قبل كده من جماهير النادي الأهلي وبتدي درس انه قدام الأهلي دايما ما تحتفلش إلا مع نهاية المباراة وإعلان النتيجة بشكل نهائي بيفكرنا مواقف كتير حصلت قبل كده في رادس في نهاية 2006 لما ظهر أبو تريكا راكع وبيقدم الكاس لجماهير الصفاقسي وكان الرد في الملعب وحق الأهلي واحد من أغلى ألقابه بيفكرنا بجماهير الترجي في 2013 لما كتبت إلى اليابان وكانت نسخة كاس العالم في الوقت ده بطل أفريقيا هيروح يشارك فيها في اليابان فكتبوا في بداية المباراة أو علقوا شعار كبير جدا بيقولوا فيه إلى اليابان وفي النهاية الأهلي هو اللي تأهل إياك ثم إياك ثم إياك أنك أنت تحتفل قبل نهاية المشوار وخصوصا أمام النادي الأهلي تحاية كبيرة جدا جدا يستهلوها ويمكن كابتن الخطيب أول موجه شكر في ما يتعلق بتتويج أهلي بالبطولة 11 في أفريقيا قدموا للجماهير العظيمة دي لرغم إلت عددهم لكن الإمباكت أو التأثير بتاحهم كان واضح جدا ومجرد ما سجل عبد المنعم هدف التعادل كان صوتهم الحقيقة في ظل حالة صمت كبيرة جدا طبعا من جماهير الوداد صوتهم بيرج مركب محمد الخامس شابو شابو تحاية تقدير واحترام كبيرة جدا لجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي كانت حضرة المباراة وكانت شاهد على واحد من أغلى انتصارات النادي الأهلي طيب النهاردة هنتكلم في إيه الحقيقة طول مشوار النادي الأهلي في بطولة دوري الأبطال وفي كتير من الملفات اللي كانت مهمة ان احنا نترحى أو نتكلم فيها لكن للأسف اهتمامنا وتركزنا بشكل كبير جدا على مشوار النادي الأهلي وعدم رغبتنا في ان احنا نخرج لعبتنا أو فرقتنا بره تركزهم في تحقيق اللقب خلنا نأجل الملفات دي واحدة من الملفات دي يمكن يكون ده الوقت المناسب لطرحها ولو حضراتكم تفتكروا من وقت مش من بعيدة أو يعني نتكلم على من أيام عشرة أيام أسبوعين بالكتير خرج تحذير من الفيفا بيقول للاعبين المحترفين خارج مصر احذروا من التعامل مع الأندية المصرية وطبعا قصة مرت مرور الكرام يعني بمجرد يوم أو اتنين أو تلاتة انتهى الموضوع وأصبح مفيش كلام عنه على الرغم من أنه حاجة زي كده بتمس سمعة الكرة المصرية بأكملها وعلى الرغم من أنه فيه في كتير من الأندية الحقيقة اللي تجاربهم مع كل اللاعبين المحترفين من الخارج أكتر من رائع بل أنه ما حصلش أنه حصل قبل كده أنه فيه شكوى اتقدمت فيهم أو أنه فيه تعاقد تم خارقه أو أنه فيه تعاقد تم فسخه بدون تراضي بين الطرفين إلا أنه نال من الأندية دي أو نال الأندية دي من نفس ما نال منه الأندية اللي كانت سبب في المشكلة والتحذير شمل أندية بعينها شمل ثلاثة أندية مصرية أنا مش هقول أسماءها لأن القصة مش قصة أندية أو القصة مش قصة أسماء أندية كان عندها مشاكل أضرت بصمعة الكرة المصرية لك أنا مشكلتي الحقيقة في رد الفعل ومشكلتي في منظومة لا تستطيع أو ليس لديها القدرة في الدفاع عن سمعة الأندية المصرية وسمعة الكرة المصرية لأنه في النهاية ده بيمس البطولات المصرية بشكل عام وبيمس عموم الأندية المصرية بشكل خاص وأنا هنا كنادي أهلي من حقي قوي أن أنا أدفع عن مصلحتي وبالتالي لما يكون عندي مشكلة في تتعلق بقصة انتقالات ويمساني شيء سلبي بسبب ممارسات أندية تانية خارجة عن القانون أعتقد أنه هنا لابد أن يكون لنا وقفة الحقيقة لفت نظري أكتر أنه ما كانش فيه أي تعقيب أو كان فيه أي رد من القائمين على المنظومة في مصر على كيفية تصحيح المصار أو على كيفية الرد على الاتهامات التي وجهت لمعظم الأندية المصرية لأنه الاتهام أو الكلام كان تحذير من التعامل مع كل الأندية المصرية وليس فقط الأندية صحبة المشاكل وده في حد ذاتها مشكلة كبيرة جدا كان مفترض أنه يتم التعامل معها وكان مفترض أنه قبل ما المشاكل دي تصبح مرتبطة بسمعة الكرة المصرية أنه يتم اتخاذ إجراءات تمنع حدوثها من الأساس لكن ده ندل على شيء فبيدل على قصور شديد جدا في المنظومة نتمنى أنه يكون فيه توضيح أو نتمنى الإعلان عن خطوات حدفها على أقل تقدير منع تكرار ده مستقبلا لأنه فكرة أنه يكون فيه استثناءات أو فكرة أنه يكون فيه قاعدة للخروج على النص للبعض عن البعض الآخر ده أعتقد شيء ما يبالوش أي حد فيه رياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ده واحد نمرة اثنين ده مرتبط بسوق الانتقالات في مصر اللي الحقيقة فيه من المشاكل ما يكفي احنا النهاردة بنتكلم مع حضراتكم ومعظم المسابقات تقريبا في العالم كله انتهت احنا عندنا الموسم مازال طويل وممتد مسابقة الكاس مازالت مستمرة مسابقة الدولي مازالت مستمرة ولم تنتهي بعد حتى يعني مع وجود بعض المؤجرات للنادي الأهلي إن لم تكن موجودة أساساً كان الأهلي هيبقى قدامه من خمس ست مباريات أنا بكلمكم عن النادي الأهلي لأن النادي الأهلي بطل وهو بيلعب كل بطولة عينه على اللقب وهو بيحضر لموسم جديد عينه على كل الألقاف في كل بطولات اللي هشارك فيها فقصة الأهلي بالنسبة لي قصة واضحة وصريحة تبتكلم النهاردة عن أنه الأهلي في عدد كبير من لعابته طبعا نتيجة تقلقهم الكبير والإنجازات الحواء مع النادي الأهلي والمستويات حجم التطور اللي حصل على مستوياتهم في السنوات الأخيرة بقى عليهم طلب كبير جد وأنا ممكن نهاردة أكلمك في أربع أو خمس لعيبة مطلوبين بالإسم الأندية كبيرة جداً ومقابل مادي كبير جد طيب لو حطيت نفسك مكاني النهاردة وإحنا نتكلم على بداية سوق انتقالات فيه دوريات انتهت بالفعل وفيه مواسم بدأت الأندية تحضر لمعسكرات إعداد فيها وبالتالي إذا ما كان الأهلي سيجدك من قصة أنه الأهلي تقريباً قادر على حسم الألقاب الفضل يعني إحنا عندنا مشوار دوري نعتقد أنه في المتناول إيه لسه في الملعب بحسابات الوراء والألم لكن ماذا لو تعالوا نفترض أنه المنافسة كانت في منطقة القوة على لقب الدوري إزاي يقدر الأهلي يفرط أو يستغنى في لعب من لعبته أو اتنين أو تلاتة أو اربعة أو خمسة أين كان العدد في توقيت زي ده السؤال الثاني إزاي الأهلي يقدر في ظل أنه الأندية بدأت بالفعل سوق الانتقالات وسوق التعقدات يتعاقد مع الكواليتي اللي تسمح له في النهاية في ظل طبعاً آليات عرضه وطلب وحضراتكم عافين الأسعار وشايفين الخليج بيتحرك إزاي وشايفين السعودية بتتحرك إزاي على مستوى الانفاق وعلى مستوى الأسماء إزاي الأهلي يقدر ينافس وأنا بتكلم هنا على الأهلي فقط لغير طبعاً ده ينطبق على الأندية المصرية لكن مش من حق إن أنا أتكلم بإسمه أنا بتكلم على الأهلي إزاي الأهلي يقدر ينافس في سوق انتقالات شبه منتهي يعني أنا مفترض مني بعد ما خلص الدوري بتاعي والكاس بتاعي والموسم ينتهي وبتدي أحضر لفترة إعداد أكون بتكلم في الصفقات في سوق تقريباً شبه منتهي الأندية كلها أتمت فترة انتقالاتها اللي باع باع واللي اشترى اشترى زي ما ده ينطبق على أهلي ينطبق على كل الأندية لكن محدش بتكلم عن ده يعني محدش فرق مع ده الأهلي يفرق معه جداً لأنه فريق بينفس على كل البطولات وبالتالي مطلوب منه في ظل ظروف اقتصادية ومالية معينة أنه يتحرك في حدود أقل الإمكانيات للحصول على أفضل الكفاءات طب ازاي وده ينطبق أيضاً على كل الأندية المصرية يعني ظروف الأهلي مش مختلف عن ظروف كل الأندية المصرية يمكن تكون أفضل نسبياً بحكم العوائد اللي بترجعله من البطولات والألقاب اللي بيحققها لكن في النهاية انت بتتكلم على سوق عرض وطلب والأسعار في كل حتة في العالم النهاردة بنتكلم على أرقام فلكية بتتكلم على منافسة كبيرة جداً من الأندية الخليجية وبتتكلم على مستوى منافسة أيضاً من الأندية الأفريقية اللي بتدت ترفع سقف مطالبها إزاي ده ممكن يحصل في ظل حالة الخلل اللي موجودة في سوق الانتقالات في السوق المصرية سؤال نتمنى الإجابة عنه مصر النهاردة عندها مباراة مهمة مع جنوب السودان مباراة مهمة يمكن طبعاً ناس كتير شايفة أنها مباراة سهلة فكرة أنه جنوب السودان منتخب حديث العهد منتخب يمكن مش مصنف منه يعني من القوى العظمى أو من المنتخبات اللي ليها يعني تقل في الملعب تفرق معنا كتير قوي على أقل تقدير من ناحية التصنيف وتفرق معنا كمان عشان مستر روي فيتوريا يستغل المعسكر بتاع المنتخب عشان يبقى فيه واحد حلم الانسجام أكتر اتنين قدرة على توصيل فكره وتلاتة أنه يجرب عدد من الأسماء اللي هتاخد فرصة كبيرة في مباراة النهاردة هنتكلم عليها بالتأكيد الأهلي النهاردة بيرجع للتدريب تعالوا نشوف ونتابع كل الأخبار والمستجدات في حلقة النهاردة من السادسة لكن بعد الفاصل يعني احتفالات مكملة طبعا لغاية الوقت من أصغر المشجعين لأكبرهم الأغنية دي خدت شكسي طبعا كبير جدا بسبب احتفالات نادي الأهلي واللي ما يعرفش أو اللي مش متابع جماهير الرجاء في أول مباراة لها في الدوري احتفلت بالأغنية دي أو غنت الأغنية دي في مدرجات ملعب المباراة طبعا بعد خسارة الوداد قدام الأهلي اعتقد بيقولوا لي مطش كان الرجاء ونعدة بركان صحيح وفي نفس التوقيت ده يمكن الوداد بعد مباراة مع الأهلي يتعادل مع الجيش الملكي فجماهير الرجاء ردت أو رددت نفس الأغنية دي في ملعب المباراة طيب خلينا طبعا في إطار الشد والجذب في إطار الهزار الخفيف اللطيف كل شيء مبور في كرة القدم دي واحدة من جمال المشهجبات اللي بتحصل بين الجمهور مدامة لا تتخطى الحدود مدامة ما فيهاش تعدي بأي شكل من الأشكال على اسم أو على كيان أو على جماهير مدامة في إطار الخفة الكروية يعني زي ما بيقول ما عدا ذلك مش كرة ومش رياضة على الإطلاق هارد لك لنادي الوداد يعني كل التقدير والإحترام طبعا لنادي كبير جدا وزي ما قال كابتن سيد عبدالحفيز واحد من الأندية الحقيقة اللي أصبحت موجودة على الساحة الأفريقية والأهلي يضح دايما فيه اعتبار كمنافس قوي جدا على كل ألقاب والبطلات بالإضافة لنادي الرجوع بالإضافة للترجي بالإضافة للسانداونز دي الأندية الحقيقة اللي في السنوات الأخيرة في أفريقيا هتدى تبص الأخر عشر سنين هتجد دايما واحد من الأندية دي موجود في المباراة الهائية أو حق لقب سانداونز حق لقب الوداد حق لقبين بالتالي الرجاء محققة كونفيدرالية وموجود دايما بين الكبار فبالتالي يعني لازم دايما تبقى كل الأسماء دي محل تقدير واحترام بمناسبة النهائي أنا حقيقة حابب قبل ما أدخل في الأخبار أتكلم شوية على بيرسي تاو كولر بيرسي تاو نسخة مرسل كولر لأنه بيرسي تاو واحدة من الصفقات اللي لمكنتش طبعا بدايته كانت كويسة بدايته كانت مشجعة يعني الناس قالت أنه في احتمال كبير أنه الاسم ده يكون مؤثر جدا ولامع جدا مع نادي الأهلي لكن بعد كده تعرض لغيابات لإصابات لتردد أو تزبزف في مستوى وبالتالي كان محل انتقادات مش هقدر أقلل يعني بس من جزء كبير من جماهي نادي الأهلي لكن لما تيجي تشوف بيرسي تاو النهاردة في تاني موسم لي مع الأهلي موسم أول ما كانش في أفضل مستوياته مع بيتشو موسماني ثم موسم تاني أكتر من رائعة تحت قيادة مارسل كولر إجمالا لما تيجي تقيم صفقة زي بيرسي تاو وتشوف أرقامه وتشوف مستوى فعاليته وتشوف حجم تأثيره مع الأهلي في الموسمين بما فيهم الموسمين لما كانش فيه كويس وتقرنوا مثلا بالمستوى الأجنحة مش بس الأجانب الأجانب والمحليين المتقلقين والغير موفقين هتلاقي أنه حجم إنجاز وفعالية بيرسي تاو بالأرقام على مستوى المساهمة والصناعة يعني على مستوى صناعة الأهداف وعلى مستوى التسجيل أعلى تقريبا من كل الأجنحة اللي موجودة في أكبر وأهم الفرق المنافسة وبالتالي ما تيجي هو عمل طبعا عمل مطش رائع عمل مطش رائع في جنوب أفريقيا تايرين بيه جنوب أفريقيا زي ما احنا كنا باللعب غيني في المغرب جنوب أفريقيا كان بتلعب المغرب نفسها بس المطش كان في جنوب أفريقيا والمغرب انتوا عارفين طبعا منتخب تقيل جدا مع ريكراكي وعمل شغل في كاس العالم والحالة المعنوية ومستوى الثقة بالنفس ومستوى العناصر والأسماء كمان تكلم على واحد من أجمد أو من واحد من أكبر المنتخبات الكورت القدم في أفريقيا وبالتالي لما يظهر قدام جنوب أفريقيا ويخسر في تصفيات أفريقيا الخسارة مش مؤثرة يعني هو كده كده واصل هو جنوب أفريقيا زي مصر وغينيا كده ضمنين التأهل الفرقة دي ما بتبصش على التأهل الفرقة دي بتبص على اللقب فهو ما عندوش مشكلة في قصة التأهل لكن لما يخسر الحقيقة في جنوب أفريقيا واحدة من المطشاط اللي انتاجتها تعتبر مفاجئة بالنسبة لكتير من الناس وخصوصا طبعا مع تقلق بيرسي تاول اللي بقول لكم طبعا انه صحف جنوب أفريقيا طائرة بي وخصوصا هو اللي سجل هدف الاول لجنوب أفريقيا خلاصة الكلام انه في بعض الاوقات ممكن الظروف تبقى مش وده حصل كتير حصل مع اسماء كتير جدا جات في الاهلي وعانت وفقدت ثقة الجمهور في بداية المشوار لكن مع الوقت ومع الدعم والدعم ده مهم جدا دعم المعنوي ومع القيادة الفنية اللي تقدر تعيد الصياغة وتعيد الاكتشاف وتعيد تقييم القدرات النقلة ممكن تحصل دي قصة بيرسي تاو اللي اتكررت قبل كده مع فليكس والاتكررت قبل كده مع فلافيو والاتكررت كتير مع اسماء تانية مقدمتش مواسم أولى نكحة لكن مع الوقت قدرت انها تكون من أهم عناصر النادي الأهلي في على مستوى الفعلية والتأثير فده ده درس مهم جدا لازم انا بكلم دايما عارف طبعا الجمهور اللي عاشت وشافت موقف كتير جدا نتعلمت وعندهم الخبرة الكفاية لكن دايما بكلم الجيل الصغير الجيل اللي عايش على السوشال ميديا فأوقات كتير جدا الضغط السلبي ممكن يكون له تأثير أو نتيجة كلنا ما نتمنيهاش النقطة التانية الحقيقة اللي عايزة أتكلم فيها هو مستوى الفعلية الجماعية احنا بنتكلم على فريق بقالنا أكتر من موسم بالمناسبة أو الجماهير يعني بقالها أكتر من موسم بتتكلم على قصة المهاجم من أول توالي بيتسو موسماني المسئولية ويمكن كمان من قبل كتا في الفترة دي انت حققت ثلاثة دوري أبطال من أصل أربعة نهائي وصلت ليهم وحققت وصول المربع الدهبي في كاس العالم ثلاث مرات على التوالي ومنهم نسختين فست بميداليا برونزية وحققت اتنين سوبر أفريقي ويسيبك بقى من المحليات يعني يسيبك من النسخ المحلي عشان هي بطولات كتير في النهاية اللي عايزة أقوله انه القصة مش جديدا بتبقى قصة الصفقات صحيح الصفقات مهمة وصحيح أنا شخصيا منتظر من الموسم الجديد صفقات ما حصلتش في تاريخ النادي الأهلي خصوصا أننا حطت عيني على ألقاب وبطولات أتمنى إن شاء الله أنه الأهلي ينجح فيها زي سوبر ليج وزي بطولة كاس العاملة أندي نتمنى نحقق فيهم نتائج تاريخ بالنادي الأهلي وبالتالي أنت محتاج عناصر ما دخلش الكواليتي بتاعها وخصوصا كمان مستوى المنافسة حواليك بميوسع نهاردة شايفين التحاد خلص في بنزيمة خلص في نجولو كانت النهاردة النصر بعد بجاب رونالدو بنتكلم على جندجان أكيد الهلال بيعمل صفقات كتير جدا فالخصة النهاردة المنافسة في المنطقة بتزيد يوم بعد يوم والمنافسة في أفريقيا شفنا قد أصبحت في منطقة الشراسة النسخة الأولى أو النسخة التسعة اللي حققتها من ثلاث مواسم إلى حد كبير مش وارك فيها كان أسهل نسبيا النسخة النجمة العشرة اللي قابلت فيها كايزر شيفز برضو إلى حد ما كنت قادر تسيطر حتى لو كان في بعض المطبات لكن النسخة الأخيرة دي كانت المنافسة فيها في منطقة الشراسة فلك أنت تخيل شكل المنافسة في النسخة اللي جاية سواء بقى بنتكلم على شوبر ليج أو على شامبيونز ليج فإحنا في جميع الأحوال منتظرين لكن ما تنساش أبدا في أي لحظة من اللحظات أنك أنت الأهلي وأن الروح والشعار والهيبة والتاريخ ليهم تأثير كبير جدا جدا في مشوار طيب أنا عارف أن الجماهي الأهلي من النهاردة تتكلم في مركاتو سواء الأسماء اللي هتأمشي أو الأسماء اللي جاية لكن في النهاية في ملفات كتيرة جدا مطروحة عدد كبير من من العابة النادي الأهلي مطلوبة بالإسم فقندية كبيرة وفي مقابل المادي محترم جدا لكن بالتأكيد الأهلي مش هيقدر يستغن عن القوام الأساسي كله مرة واحدة في أسماء كتير كمان مطروحة على مستوى التفاوض سواء في خط الدفاع أو خط الهجوم أو خط الوسط في أسماء كتيرة وبحترمة كلها لحقيقة نتمنى إن شاء الله أن الأهلي يكون موفق فيها لكن هنأجل ده شوي على أقل لغاية لما يتم حسب لقب الدوري بإذن الله اللي لم يتبق عليه الكثير أنت محتاج خمس مطشوات من عشرة من أصل عشرة فضلين وبالتالي بإذن الله بعد حسم الدوري أعتقد أنه يبقى فيه كلام كتير جدا فيما يتعلق بالمركاتو فرق النهاردة بترجع للتمرين مرة تانية تمرينة النهاردة هنم نتكلم في أسبوع تقريبا راحة من الاتنين لغاية السبت وعود التمرينات النهاردة هتبدأ إن شاء الله التمرينة الساعة الثمانية أول مباراة عندنا هيكون مطش حرس الحدود في الدوري ومن بعدها هنبدأ مشوار الكاس في مواجهة منتخب السويس يوم 25 مطش الحدود يوم الخميس إن شاء الله ومن هنا طبعا على مدار الأسبوع هنتابع السعادات الأهلي لمباراة الحرس منتخب مصر عنده مباراة النهاردة مهمة أمام جنوب السودان زي ما قلت لكم أكتر من هدف بيسعى فيتوريا ري فيتوريا الحقيقة مشواره مع المنتخب محترم جدا يعني محدش يقدر ينتقد أو يقف الراجل على غلطة قدر في خلال فترة بسيطة جدا إنه يحط بصمة على المنتخب المصري قدر يزهر مع المنتخب بالشكل اللي إحنا كنا مستنين نشوفه مع مزينين فنيين قبل كده كتير محدش يتكلم على ضعف المباراة بتاعت النهاردة قصة قصة إنه راجل بيجرب والراجل ما هو لعب مطشات قد كده صعبة يعني هو مطش بلجيكا في استعادة بلجيكا الكاس العالم ده كانتش مباراة إيلة مطش غينية اللي إحنا لعبناه في المغرب ما كانتش مباراة إيلة وبالتالي من حق الراجل إنه يجرب ويستغل الفترة اللي هو عايزها وخصوصا إنه كمان بيشتغل على فكرة إنه ينزل بمعدل أعمار إحنا منتخبنا كبر أغلب العناصر الأساسية فيه معدل أعمارها النهاردة بقى متكلم ما بين 28 و32 سنة فعشان تحضر لكاس العالم 26 أعتقد أنك أنت محتاج بشكل كبير جدا تنزل وتجرب وتشوف أسماء جديدة ممكن تدخل معك الأخبار العالمي هأجلها شوية خليني هروح لفاصل ونرجع نشوف مين ضفنا في السادسة إيطاليا الحقيقة يمكن ما حققتش نجاح كبير قوي السيزن ده على مستوى الألقاب لكن ظهرت بشكل قوي جدا على مستوى المنافسة خليني نحروف فاصل ونرجع لحضراتكم طيب خلينا نسيب أفريقيا شوية ونروح لأوروبا وتحديدا إيطاليا معنا واحد من نجوم الميلان طبعا السابقين وكان مدرب سابق أيضا لنادي باليرمو نجم الكرة الإيطالية فابيو فيفياني ضفنا في السادسة من خلال فيديو كونفرنس طبعا برحب بيك على شوشة الأهلي وبشكرك جدا على مشاركتك معنا في السادسة أهلي وسهلا بيك شكرا لكم شكرا لكم فابيو فيفياني مش عارف أقولك يعني هارد لك ولا أقولك الحقيقة شغل كويس جدا للكرة الإيطالية السيزن ده بنتكلم على وصول تلات أندية إيطالية لنهائيات البطولات الأوروبية بنتكلم على الإنتر بنتكلم على روما بنتكلم على فيورنتينا بنتكلم على وصول منتخب إيطاليا الشباب لنهائي كاس العالم أمام الأوروكوي بنتكلم على وصول المنتخب الإيطالي الأول للمربع الدهبي في بطولة اليوروباليج ورغم النجاحات دي إلا أنه على منصة التتويج ما شوفناش عالم إيطاليا بترفع هل بتعتقد أنه ده موسم جيد وناجح للكرة الإيطالية ولا نقولك هارد لك الموسم ده؟ نعم بالطبع نعم هذا الموسم مميز جدا بالنسبة للكرة الإيطالية لأنه بعد مدة كبيرة جدا بعد معاناة في الكرة الإيطالية طيب هل خلينا ناخد قصة قصة أو حكاية حكاية بداية بتشوفي إزاي خصارة منتخب إيطاليا قدام أسبانيا بنتيجة 1-0 وهل من وجهة نظرك يتحمل منشيني سبب الأخفاق؟ النهاردة طبعا منتخب أسبانيا وكرواتيا في مباراة النهائية لكن إزاي شفت خصارة إيطاليا أمام المنتخب الأسباني؟ لا أظن ذلك أظن أن شبابنا يكبرون أظن أن منشيني قد حقق نجاحا كبيرا لذلك لا يجب أبدا أن نلقي باللوم عليه ولا نحمله خطأ الخسارة قد فعل ما بوسعه لإنقاذ الفريق بعد صراع كبير قام بحل كثير من المشاكل التقنية لدى الفريق قام بتأهيل الفريق من جديد وإحيائه من جديد أعتقد أن السبب الرئيسي في خسارة إيطاليا هي الجمهور أو ربما لا نقول أن هناك سببا معين للخسارة هذا لم يحالفنا الحظ للتفوق والتقدم لكن لا ألقي باللوم على منشيني طيب على مستوى الأندية واخد بالك أنا من جيل اتعود أو فتح حقينه على الأندية الإيطالية دائما على منصات التتويج شفت اليوفي بيتوك شفت الميلان بيتوك شفت الإنتر بيتوك في أكثر من مناسبة بألقاب قرية والموسم ده يعتبر مميز جدا على مستوى الأندية يعني نتكلم مش بس على وصول الإنتر لنهاية شامبينز ليج وروما للأيوروبا ليج وحتى الكونفرنس ليج وصول فيورنتينا لها لكن حتى على مستوى المنافسة الميلان كان حاضر مع الإنتر نابولي كان حاضر مع الإنتر هو موسم مميز جدا لأندية الإيطالية لكن هو السؤال كيف فشلت كل هذه الأندية في الحصول على لقب واحد أوروبي أعتقد أن هذه خطوة إيجابية لنا وتقدم ملحوظ جدا فقد لاحظ جميع الأندية تفوق للكرة الإيطالية وجميع الفرق والثلاث فرق الإيطالية وخاصة بالإنتر ميلان رأينا مباراة قوية جدا أمام منشستر سيتي صعدت الذئاب الإيطالية وكانت على وشك الفوز ولكن كما نقول دائما لدينا سواء باللغة الإيطالية أو النهائي يكسب ولا يلعب النهائي دائما يحاط بالفوز لا باللعب كذلك رأينا فيورنتينا كذلك رأينا روما كذلك أن روما لم يخالفها الحظ أبدا أنها لم تتوج باللقب أمام إشبيليا رأينا أنها قامت بدور كبير ولذلك نقول أن الفرق الإيطالية قامت بمجهود جبر وبتميز ملحوظ لم نرى مثله منذ سنوات كبيرة هذا يشير إلى أننا سنعود من جديد سنعود من جديد للتصدر في صاحة الكرة العالمية سنعود من جديد للسيطرة هل بتشوف أنه منتخب إيطاليا للشباب اللي وصل لنهائي البطولة حتى رغم خسرته تقدر تراهن عليه في مستقبل كرة إيطالية نكلم على وصيف طبعا بطولة كاس العالم الأخيرة نعم منتخبنا للشباب أيضا نقول أنه يستعد بقوة لينال مكان الفريق الأكبر لينال مكان الأساطير القديمة للكرة الإيطالية لا أعلم هل تذكرون معي ماذا حققت إيطاليا منذ القدم حققت الكثير من البطولات حققت وكسرت كل الأرقام القصية غلبت كل الفرق الكبيرة ما الذي يحتاجه المنتخب الإيطالي؟ بالتأكيد جماهير الكرة في إيطاليا مش هتحتمل فكرة غياب إيطاليا عن كاس العالم 26 لثالث مرة على التوالي واحد هل تعتقد أنه منشيني قادر على قيادة إيطاليا للتأهل لكاس العالم؟ اتنين إيه اللي يحتاجه المنتخب الإيطالي لضمان المشاركة في نسخة كاس العالم المقبلة؟ نحن انقصنا أشياء كثيرة هذا المستوى لا يليق أبدا بالمنتخب الإيطالي عندنا بعض اللاعبين ذو جودة عالية وبعض اللاعبين ليس لديهم القدرة فأنا أعتقد أنه لا بد أن نقوم بتكتيك جديد بخطة جديدة لا نعلم ما الذي يخطط له منشيني لكن منشيني بلا شك هو مدرب كبير لكن له بعض السلبيات ويحاول أن يستعيد نفسه من جديد ويحاول أن يضع خطة مميزة على مستوى التدريب بالمناسبة يعني يشهد للمدرب الإيطالي بالكفاءة وأنا ممكن أقول لك أسماء كتير أصحاب تجارب رائع يعني النهاردة كارلو عنشلوتي واحد من أفضل مدربين على مستوى العالم مش بس على مستوى أوروبا فيه كلام أنه منتخب الصنبا منتخب البرازيلي متمسك أو اتحاد الكرة البرازيلي متمسك بأنه كارلو عنشلوتي يتولى مسؤولية المنتخب البرازيلي تجربة سبالاتي في الدولة الإيطالية على مستوى الأندية تجربة أكتر من رائعة واحد من أفضل مدربين سيموني إنزاجي السنة دي أعتقد أنه قدم أوراق اعتماده كواحد من أفضل مدربين في قارة أوروبا أنتونيو كونتي بالتجربة المختلفة هل كل الأسماء دي مش مطروحة على مستوى المنتخب الوطني هل فكرة أنه مع كامل الاحترام والتقدير طبعا ومنشيني واحد من أكبر الأسماء لكن هل ما فيش فيه تفكير في إيطاليا عندكم أو حتى على مستوى الإعلام والجمهور في أن واحد من الأسماء دي تولى مسؤولية المنتخب الإيطالي الشيء الأهم وكما أقول أن الكرة الإيطالية تعود من جديد نعم تعود ممتعة بقوة من جديد هذا هو الأهم بالنسبة لي لكن بالنسبة أنشلوتي كان رائعا وكما نرى أن الفرق تسعى بقوة لضم سباليتي هو بالفعل رائع هو معلم كبير لكن أقول لكم أن إنزاقي ربما يكون مرشحا اللي يتولى قيدة الفريق فبعد أن قدم بعض المزايا التي رأيناها نقول أن أيضا منشيني ربما يعد نفسه من جديد لا أعلم كيف سيدار هذا الأمر لا أعلم كيف سيخطط له ومن سيكون مدرب الفريق من جديد لكن هناك أخبار أؤكدها لكم أن منشيني ربما لن يستمر كثيرا وسيصعى جاهدا أن إيطاليا ستعود من جديد وستتقدم في المنديال ولذلك أعتقد أن الكرة الإيطالية سيحقق المزيد لو اتكلمت على المسابعة الإيطالية اللي الحقيقة في السنوات الأخيرة مش بس الموسم الأخير اتطورت بشكل كبير جدا بقينا بنشوف مستوى رائع من المنافسة رجعنا لنسخة الكلشو حينما كان أقوى دوريات العالم والسؤال هنا هل تستطيع أندية الإيطالية الحفاظ على نجومها أندية بحجم الإنتر وأندية بحجم الميلان واليوفي وأيضا نابلي اللي حقق موسم أو يقدم موسم أكتر من رائع النهاردة بيستغنى عن عدد من نجومه الإنتر هل ممكن يحافظ على نجوم بقيمة لوتارو مارتينيز لوكاكو أونانا حارس المرمى اللي تقلق مع الموسم ده بشكل أكتر من رائع هل بتشوف أندية إيطالية قادرة بش بس كمان على حفاظ عن نجومها قادرة كمان على استقدام أهم الأسماء زي ما كان بيحصل في الماضي نعم أعتقد أن الكرة الإيطالية تعود من جديد وأنها لن تتعرض لما تعرضت له من قبل رأينا الآن كريستيانو رونالدو غير مسار حياته وغير كل هذا وبالطبع البريمير ليغ لديها مستوى رائع في وقتنا هذا لكن نقول أن الكرة الإيطالية وأن لاعب إيطاليا وأن اللاعب الأجانب الذين المحترفين بالكرة الإيطالية لن نستطيع أن نستغنى عنهم بل لابد أن نضم بلاعبين محترفين وأن ندفع بالمنتخب الشباب لدينا كوادر كبيرة بمنتخب الشباب تستطيع أن تعيد الفريق من جديد تستطيع أن تشارك أيضا مع الفرق الإيطالية مثل الإنتر وباقي الفرق أيضا الإيطالية وسنعيدنا السنة من جديد أكلمك عن الميلان بقى بما أنك أنت كنت واحد من نجوم الميلان السابقين خليني أسألك طبعا بعد عتزال إزاي استقبلتوا واحد عتزال طبعا إبرا زلاطين إبرا هوموفيتش كلام طبعا على انتهاء عارض إبراهيم دياز وعودته للناديل أصلي ريال مادريد والكلام على أنه في عدد من الأندية بيفوض عدد من أهم الأسماء في الميلان وخصوصا طبعا رافالياو إزاي بتشوف ده وإيه هو مركاتو ميلان المتوقع بالنسبة للموسم الجديد للأسف كلنا لابد أن يأتي لدينا وقت نعتقد أننا أدينا فيه ما ما على عاتقنا أننا فعلنا بوسعنا في الكرة في عالم الكرة لكن هذه هي الحياة مستوى إبراهيموفيتش لاعب كبير مستواه البدن رائع ومستواه العقلي أيضا رائع لاعب قلم أن يأتي مثله في الكرة الإيطالية لاعب الحقيقة مميز أنا أحبه أيضا على النحو الشخصي أحب طريقة لعبه أحب أن أراه في الملعب إبراهيموفيتش لاعب كبير فهذا يؤسفني أن لعب كبير مثل إبراهيموفيتش يعتزل الكرة لا أستطيع لا أعلم ماذا أقول وبالنسبة للرحيل إبراهيم دياز الكلام على أنه لياو كمان ممكن هذا يكون آخر موسم لي مع الميلان وإيه ممكن تكون الأسماء أو التعقدات للميلان على وشك أنه ينهيها في الفترة اللي جاي تفاجأ تخطيط الفني للفريق الميلان برحيل نجوم كبار منه والإعادة والمحاولة لضم بعض اللاعبين الشباب لا أتذكر الأسماء الآن حقيقة لكن أنك وأيضا إبراهيم دياز لعب كبير أيضا يؤسفني ونقول مثلا نبهو لمالديني كان لعبا كبيرا لكن لا أجزم القول بأن الميلان لن يعيد نفسه من جديد الإنتر ميلان أنا على النحو الشخصي لدي الفضول أن أرى ماذا سيحدث من تقدمات وتخطيطات في الأيام القادمة نريد أن نرى الوجه الأقوى للإنتر ميلان كما رأيناه في النهائي وحشا يهاجم وبقوة أمام المنشسر سيتي نريد أن نرى البطولات في الكرة تعود إلى الفرق الإيطالية من جديد لكن أنا سعيد بمستوى إنتر ميلان وبتقدمه فهو مميز عن الفرق الإيطالية فابيو بيفياني نجم الميلان ومدرب بلينمو الإيطالي السبق بشكرك شكرا جزيلا بكل التوفيق لكم وللكرة الإيطالية واحدة من المدارس الكرابية الحقيقة اللي قدمت نجوم كبار وأمتعت الحقيقة سواء على المستوى الأندية أو المنتخبات الجنتلمان الشريف عبد المنعم نجم الكبير هيكون ضفنا في السادسة لكن بعد الفاصل الشخصين بسعت جدا بوجودوا معي لأن الحلعة البيبيانية طعم مختلف هو طبعا نجم كبير واسم كبير الجنتلمان الشريف عبد المنعم ضفنا والنجم الكبير طبعا نادي الأهلي ضفنا النهاردة في السادسة مساء خير يا كابتن مساء خير طالياني وأسباني يعني معك فابيو بيفياني وشريف الطلياني مبروك يا كابتن شريف أولا أنا مبروك على أيا وعليك وعلى جماهير مصر العظيمة وجماهير مصر نادي الأهلي خاصة طبعا وديهدانة بهديها الجماهير نادي الأهلي الحقيقة يعني كان كل المؤسسة اشتغلت عن البطولات السنة دي تبقى موجودة فدي حاجة طبعا امتياز واجابيات في السيزون كله ولكن هذه البطولة راحت وجدت وحصل فيها دراما وحصل فيها تفاوت في الأداء ساسبينس ولعيبة وخيال علمي كل حاجة ولعيبة أقسمت على البطولة ولعيبة وناس زرعنة قتلك الأهلي لو دخل وطلع من دول المجموعات حيخش في التصفيات حي بياكل كل الفرق ولكن انك شمال أفريقيا كله مين كان يراهن ان انا حكسب بالترجي ورجاء والوداد وخارج الملعب بهذا الشكل وغير شكل خريطة كلها في أفريقيا وغير شكل واسم الملاعب أصبح في ملاعب باسم العيبة عندنا يعني والجماهير يعني ترتقي أكتر وتعمل بانرز ودخلات ويتخلوا عن أي حاجة خارج عن الخدمة أو خارج عن الشكل إلا الشكل الجميل الشكل اللي بيعمل الإيجابيات فرقت على بانرز تعمل في الوداد هناك منوص سلو الشيطان ولعب القالي ده دي حاجة أنا كنت دايما نتكلم على فريقة مارسيليا بتاعت إيطاليا بتاعت فرنسا إنهما دول أساس الدخلات وأساس التشجيع ومنظر الملعب بالأعلام بالمتاع كان يخض بصراحة نعم إحنا بندور على الحاجات الجيدة اللي وين دول وبنواكبها وبندور عليها عشان كده البطولات بتبحث عن الماكل صحيح بطولة صعبة بطولة يمكن تكون من أصعب البطولات الحقيقة الأهلي من أقوى من أقوى المباريات اللي لعيبها الأهلي تجيش تتغلب في التصفيات وترجع من كاس عالم للأندية منهج مصاب بتلعب بره تخسر قدام الهلال وتخسر قدام سانداونز هناك وتتعادل هنا قدام سانداونز ومنتي تقول هتاخد بطولة ده إيه الكارج بتاعت بعد ما اتغلبنا من سانداونز هناك مفاتيح السفت دي من وجهة نظرك مفاتيح التحول ده يعني التشير المية وتمانين درجة ده من فريق الناس كلها بتراه انه بره البطولة لفريق وعلى فكرة انا بيعجبني جدا ان ما باسمع من بره اكتر انا تعرف اسمع بره اكتر من باسمع جوه يعني جوه هنا يعني مش كتير ممكن يعني اسمع لهم يعني لكن لما باسمع عن الناس اللي بره في شمال أفريقيا وبيكلموا على الاهلي او في الوطن العربي يعني يعني يومها بيتكلموا على الاهلي الناس كلها قالك الاهلي لو عدى دور المجموعات هو المرشح الاول بيعرف يتعامل اه هو المرشح الاول للقب التحول ده من وجهة نظرك ايه بص حولك الى حاجة دايما احنا لما بيحصل تعدلات تأخر اي حاجة قط اللبس هنا بتبقى مهمة جدا قط اللبس دي بيسبقها ادارة ايه الادارة بتتدخل و بتتدخل بشكل ايجابي بحت بالخبرات اللي هي عندهم والرشتات والكلام وده ما تيجي تخاطب بتخاطب بتخاطب تشارة النادي الاهلي بتخاطب امكانيات النادي الاهلي بتجعل اللاعبين اللي هم اخفقوا النهاردة يسكوا في نفسهم ولا ينسوا الدولاب اللي موجود ده كله عن طريق اللاعبة اللي كانت موجودة دي برضه وعلى قبلهم يعني الاجيال كلها سهمت في هذا الشكل اللي هو موجود ال 11 بطولة افريقية فاحنا عندنا القماشة قماشة عريضة جدا فمش صعب عليك انك جدا تروح تتكلم او تدي معلومة او تدي اتجاه او تقول لي احنا تعبنين ولكن احنا عارفين احنا بقى من جو الحكاية ان فيه اصابات فيه ارهاق فيه سفر ورجوع ودخول هنا يمين ودخول هنا كشمال وبعض البطولات الكبيرة اللي احنا بروح نلعب فيها وبعدين نرجع نلعب في اجواء تانية افريقية بالجو غير مناسب ما لعب غير مناسب يعني تبقى جاي تلعب في المغرب قدام ريال مدريد وفلمينجو والمانيا وامريكا اي و سياتنسا والمكسيكو والناس دي كلها وبتلعب عرض يعني تلعب كرة طبيعية فتفاجئة انك بتروح تلعب في ارض نصها رمل ونصها نجيل هتفاوت مع اللعيبة بيبقى صعبة اوي وفيه حاجة اسمها التوفيق وعدم التوفيق عدم التوفيق اللي هو قابلك في التصفيات والتوفيق اللي احنا هنتكلم عنه انك انت وصلت التوفيق اكبر التركيز اللي انت كنت فيه وازاي تعملت مع مباراة كل مباراة على حدة يعني انت كنت لسه بتكلمني عن عن كولر نمكن دي مميزات لهذا المدرب انه بيتعامل على كل وحدة بشكل منفصل وبيجاهز العدة كمان وما بيرحمش في اي حد بياخر نفسه بيقرأ على طول حتى لو كان قوم اساسي بالنسبة له يعني اي حد هو شايفه مؤخر نفسه او متأخر او اصابة اصارت عليه وبعدته او 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 هو خلاص في لعيبة بمناسبة كولر في لعيبة ايه ممكن قدر اقول عليها كولر اعاد اكتشافها يعني طبعا يعني انا مش عايز اقول اعاد اكتشافها لانه اللعيبة دي احنا عارفين انها جبيرة من الاول جابهم من على سلم الطيارة جابهم من على سلم الطيارة وزهروا معا بشكل رائح نعم وزي ما بنقول كده هل نقدر برضو نقول انه في لعيبة خرجت من حسابات كولر شخصية كولر اللي خلت اللعيبة دي كلها ترجع نفسها لمستوى او ترجع نفسها جوه الجيم او تخرج برها الحسابات اي لعب يخرج برها الحسابات وهو كان كويس قبل كده انا دي بالنسبالي خط وهمي كده يعني نعدي منه انما ناشئ لسه طالع ايه وبيحاول يزبط نفسه وينفرم جوه الكيان نفسه او جوه الفرقة نفسها ده بيتدرج وبيجيله ظروف معينة عندك كده اللعيب قاعد بره نفهمك عن لعيب زي محمد فخري بس محمد فخري ده ظروف الفرقة والدخول والخروج وده خل لعب فحالة الفرقة كلها مش على احسن حال انما الفرقة لو كويسة وكملة وفي طوب فورم بتاعتها ما فيش تاخد محمد فخري ده وتطير به بتلاقي محمد فخري ده بقى عندك عال 18 على طول هو شوتنج يعني شوتر وبيشوت وبي وعنده شخصية ايه حتلاقيه انفرم انها بتيجي ظروف ساعات تخدمه ظروف ساعات ما تخدم بتقل لك انا حلعب بثلاثة في نص الملعب ديفيندرز كويس وقدر اخلي حمد يفتح هو انها كل حركة اللي موجودة فيمكن يتأخر بقى زي واحد زي فخري تأخر زي اي حد كوكا مثلا ناحية الشمال وعلي معلول وهو الرجل وهل هو جوكر زي ما احنا عارفين فعندك حتى كتيبة من الناس قاعدة برة تقدر تشكلها وتقدر يعني تستند عليهم في الازمات والازمات عندك مباريات مهمة ومباريات انت ماشي في الدوري ماشي على الله هو اكبر تكسب لك مطشين كمان تروح لعب بقى بالجنوريشن كله اللي انا بتكلم عنه هجيلك في الجامع الدوري لانه مهم جدا لانه جزء من التحضير والتقييم للمسلم الجديد هل نرجع للجلمة الاخرية دي ان شخصية كولر فعلا عملت الفترة اللي فاتت دي كلها هل شايف انه اللي فاضل متدوري ان شاء الله بإذن الله مع القدر على حسم اللقب لانه ما في يعني يعني ماعتقدش اللي انت وصلتله يسمح بالتفريط باللقب وحسبيا ورقميا انت اقرب كتير جدا من كل اللي بنفسوك على الدوري شوفها فورد تحت جملة واحدة بس ان اللي احنا عملناه مالوش دعوة بالدوري بمعنى ايه كابتون شريف ما وصلنا له في افريقيا وكلام بان دا ما عافش ايه طبعا طبعا القصة تانية فقط احنا مش دي نهاية المطافة لا ده انا عندي بطولتين لسه بدهر عليها عندي دلات احنا ممكن دوري وممكن كاس وسوبر في تماني السوبر ده بح يخش في السنة في السنة الجديدة في تلاتة سوبر بعد كده هنبتلين تعامل مع لا بكاما سوبر افريقيا الاهلي والتحاد العصمة واتحاد العصمة مباراة بمباراة هل بعد الصعب ما خلص في النهاية برضو انت اصعب بطولك وتدخلها هيا دوري الابطال خريبة بتا فيه الدوري ارقامك فيه مشوارك فيه بيقول انه بطولة قريبة جد اتكلم عن خمس مطشاط صح ولا غلط انا معاك بس انا عارف ان كل شيء وارد فكور بس عندي سنتين انا عندي سنتين عدوا علي طبعا يعني انت بتقوله ده شبه شبه مستحيل يعني معجزات يعني بس احنا تعودنا انا من انت الان يا كابتون شريف انا مش مسألة الان انا بقلقش بعد ما بكسب الوداد وبكسب انا مش الان على فرقتي انا مش الان على اي حاجة انا الان على التعامل مع الجاي انا ممكن اتعامل مع الجاي مش باول عشر دقيقين وعشرين دقيقة اكسب في اي وقت اكسب في اي وقت دي توديني في دا اوكي فاهمك كواس جاي انت فيم تحقيقنا ايه انت بكلم انه كل الماتشاط لغاية لما يتم الحس رقميا احسم الحكاية وخلاص وبعدين ما يبقى نايس لبقى نقطة ولا نايس لنقطتين ولا والحكاية عربت بقى خلاص والإعلان حيطلع والإعلام والصفافير وكده خلاص احنا كده يبقى نتكلم انا وانت في الشكل الخانة الصحيحة اللي احنا شغالين فيها دا المهم جدا مهم جدا ان التعامل بجدية جدا من جميع الوجوه لا جد الفنية واللعيبة وكله احنا ما زلنا الحكاية دا ما في الملعب وما لم يعلن من هو الفائز بالبطولة انا عندي شواهد وحاجات كتير قوي في الكرة تخليني مش اعمل اعمل اتعادلت المطش الجاي مساء هدول اه وانزلنا درجة لا وهي المطشوط الاخرانية دايما في الدول انا عارف انها بتبقى صعبة سواء بتقابل الفريق اللي خلاص على وشك الهبوط او بتقابل فريق في المربع الدهري احنا عايزين دايما ازاي حمدي احمد كده بمكان وطلعنا درجة يعني فهم ازاي عايزين نبدأ نطلع درجات لغاية لما نتركت لغاية لما نتسلم على بعض وتبقى دي طولة الدورة دي بالنسبة لنا شوف مع غلاوة افريقيا دي اي اي وتعودنا بتاعة السنة اللي فاتت والدنيا كلها انا بطولة الدورة دي مهمة بالنسبة لنا جدا السنة دي اوي احط ايدي على الدورة العام دا وحطه عندي السنة دي دي بحس كده ان الدورة دا بست سبعة متولات معرفش ليه ملكة فوق رأسي كده وفوق رأس الجماهير الاهلي بتحس الحكاية دي بتاعتهم يعني غابت عنهم ازاي يعني راحت فين وجات يعني عندنا رفض طول عمرنا كان انا وانا بلعب خدت الدورة ست مرت وربعة ف اقام هو الاهلي لما تبص التاريخ البطولة نفسه هتلاقي علم الاهلي ويوم ويوم اتاخد مننا دي حكوا علينا بهدف اعتباري وبتاعه وقاله هتعمل قصة كيه وماشي يعني مفيش مشكلة يعني حتى مخصرناهش ببنط ولا ب اجاليتيه في اللبنات وتساوي في مدقات وكده وانما الدورة ده بنزبنى شيء اساسي اكسوجيني يعني ما نستغناش عنه ما ينفعش بقى مش عنه ان شاء الله بتاعنا لكن هو برضو فيه سؤال تاني انه معلش انا يعني دايما بحب اتكلم في اللي بيقولوا الجمهور القدارة اكيد لها رؤيتها اهز الفني بالتأكيد يهمه يكسب كل انا بشوف انه مارسل كولر شخصيا عنده فرصة انه يعمل بداية وانطلاقها مع الاهلين عملهاش مديل فني في التاريخ خلاص بقت عنده ارضية تسمح له انه يبدع لو هو جاي الان لا هو كسب ثقة عند الجمهور ما كسبهاش اسماء كبيرة قوي بالسرعة دي حاولك انت وديتني الحاجة كنت بكلمك فيها في الفترة اللي جاية دي في اثنين تناته مواجمين سوبر انت مهاش هجيبك فأفريقيا انا هجيلك للي جاي بقى عشان هو ده الكلام انت بتقول انه فيه اسباب كتير جدا قدت للبطولة السنة رغم الدروب اللي حصل في فترة من الفترات ترجع المستوى اهتزاز النتائج لكن قدرت تعمل بقى اسباب كتير الجماهير ليها دور الروح ليها دور التيشرت والشعار ليه دور قط اللبس زي ما حك قلت ليها دور ادارة الحكاية والادارة ومرس الكولر يعني كل دي عناصر مجتمع ايدي ترجعك بسرعة توقف على رجلك وتوصل للقب الصعب ده هل تعتقد واحد بالنسبة للي جاي بقى بما انك جبت سيرت اللي جاي هل تعتقد انه العناصر دي وحدها تكفي انت شايف اللي بيحصل في مستوى المنافسة في افريقيا شايف اللي بيحصل في مستوى المنافسة في المنطقة العربية شايف تطلعات الجماهير البطولة او لقب زي سوبر ليج انت فتحت خريطة العالم كله لا انا بقولك انت نجحات العالم انت مش بعيد انا شفت النهاردة فرقة زي سانداونز او فرقة زي الوداد في افريقيا او حتى فرقة زي الرجاء يمكن ترجي السندادي استثناء شوية لكن شكل المنافسة في افريقيا المغرب عموما هتوصل نهاية كاسعالم اي صحيح في ناس شغيرة فالنالية بتتغير في افريقيا والنالية بتتغير في الوطن العربي هل انت شايف او تقدر تراهن على العناصر دي مجتمع ولا الاهلي محتاج مع العناصر دي حاجات تانية هو احنا تعلمنا في حياتنا ان احنا ناخد بطولة دي سهلة مم انها منحافظ على البطولة دي اصعب ما في الحكاية فعشان تحافظ بقى على البطولة ال الحكاية مم انا وصلت وطلع لي حاجات كتير جدا في مم معايك يا كابتن شريف تلع لنا حاجات كتير جدا في البطولة السنة دي حسستنا بسلبيات واجبيات الاجبيات اللي هي ايه اللي انا محتاج ايه بعد كده ايه اللي حصل اللي انا انت سامع طبعا عن العروض اللي بتنهال على اسماء عدد كبير من لعبة الاهلي انا ما هو ده البطل بقى البطل اكيد مستهدف ده البطل من ساعة ملاعف بطولة العرب البطل من ساعة ما بيلعف البطلات التانية من ساعة ما بيروح ياخد البرونزية في كاس العالم البطل لا والبطل كله بترائب البطل بتاع البطلتين ثلاثة كاس مصر السوبر اتنين سوبر ومصريك كل ده الناس قاعدة ترائب وتشوف حمدي فتحي وتشوف حسين الشحات وتشوف حمد عم منعم وتشوف وانت كمان بتتفرج شلاليل وبتاع صندوق وانت بتتفرج على لعيبة برضو من حقك ان انت بتتفرج والناس بتتفرج عليك وفي انسجام في لعيب ممكن يطلع من عندك يروف حتة يبقى منساجم هناك في المكان ده وفيها لعيب يجي عندك هنا يبقى سوبر بس مش عارف ينساجم معاك فيه لعيبة بتيجي عندك كويسة جدا صحيح مش عارفة تخش جوه الفورم بتاعك او الميكانيزم بتاعك فهي دي الفترة اللي جاية دي بقى نو ميرسي مفيش رحمة حب الاهلي فقط والقاوي مرة اقولها مفيش مجاملات بقى الفترة الجاية انا مبسوط للنجاح اللي احنا وصلنا له قوي عاديين نقفش في النجاح عايز اقفش في النجاح معاك معاك بتبقى بتبقى مجاملة ولا بتبقى تقدير التقدير حاجة اجدد لك حاجة ولكن التقدير اللي هو لازم يروح لمدير فني يقول له انا محتاج واحد اين تقاطة اربعة لازم اروح للحتة دي لازم ابقى في الحتة دي وما يملكه النادي الاهلي ده يملكه النادي الاهلي يودي حمدي يودي حسين يخلي عبانا ده يملكه ده ملك النادي الاهلي ده ده كل ده افردنا مدير فني مش عايزني انا والنادي الاهلي عايزني اه حدتك مش عايزني خلاص اوكي أنا هتصرف بقى في اللعيب بتاعي ده أقعد معاه أفهمه أو أديه في حتة أكلمه أنا حر مع اللعيب بتاعي ده ميل كان قدر أوصله أنا بقى أرجعه تاني أقوله اتمرأ أنا ماكش دعوة وحترجع أكيد لأنك أنت خامة طيب وإحنا عارفين ليه أنت مش موجوده فيه مليون سكة في الكلام ولكن الفترة الجاية هي فترة النادي الأهلي المنافسة على مستوى الانتخالات يا كابتن شريف شايفها إزاي إنت دخلت المزاد بتترفع الحكاية لكن الدنيا كلها أحمد الدنيا كلها تتمنى تلعب في الأهل تكون عندك معيك إنت أول ما بتحط عينك لحد أسمع أرقام أبو عشرة بيبقى أبو أربعين كويش صحيح إنما أنت لو اللعب هو اللي بيجري عايز يجيلك هيمضي على بياض زي ما كل الدنيا عملت كنت تروح تمدي مع بطريكة ولا تمدي مع بركاته ولا تمدي مع الناس كلها طيب أنا حلع في هذا الكيان طيب خلينا نحدد إحنا عايزين إيه الأول أمريكاة اللي جاي كم ولا كيف ولا كم وكيف كل الدنيا بتقولك أنا عايز باكليفت جنب معه علي معلوس أنا مش مقتنع ماشي مش مقتنع ليه أسباب العمل عدم مقتنعة عندي عندي شكل دفاعي بحت جيد جدا عندي صد منيع في نص ملعب يمنعني من أي زيارات للدفندر بتوعي بس في حالة إصابة علي معلول هل بتشوف أنه البديل الجاز على نفس المستوى مش عايز أزلل محمد أشرف أنا مش هروح أجيب عطي الله بتاع يحي عطيوت الله يحي عطيوت الله خدت بالك وجي أحط احتياطي العلي معلول ولا أحط علي معلول احتياطي اللي يحي عطيوت الله يبقى أنا استفدت إيه حجيب واحد أنا دارس الحكاية دي وفاهمها أوكي أنا لو جالي واحد يلعب مكان أنا وينجليفت كويس مش هيبقى أنا هيبقى يسد نعم عمره ما هيبقى أنا ولا عمره هيبقى علي معلول أي أنا عندي إيه 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 ليه أنا بحضبط أنا بجيب ده عشان أحفظ على علي معلول يعني هتلعبه زي زمان ما كنا عندنا عندنا ثلاثة أربعة جوانكو يسين ده ماتش وده ماتش هتقدر تدور في المكان ده انت عارف عن كابتن شريف تعني بل أنت عندك عفتاح خلي عفتاح انت عارف 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 انت عارف السيزن بتاع الأهلي يختلف إيه عن السيزن بتاع بقية الأندية المصرات بلعب في 300 حت انت أتليست بتلعب مش هيستحمل عضلاته وسنه ما تستحملش بالبلد يعني واللي ينطبق على معلول ينطبق حتى على لعيبة تانية كتير عندي هو منع من النهاردة مش أساسي أمور أكتر لعيبة للعبة منتشاط أهلي مصر أنا اللي بيجي نادي الأهلي يا أحمد مش أي حد وبيجي غالي مش بيجي الخريص أنا عايز اتنين تلاتة فراودة قدام هو بقى تلعب باتنين منهم وواحد يبقى معاك تلعب بواحد شايف أن تقل مركاته الأهلي كله عايز قدام أنا عندي لغاية نص ملعبي أنا مبسوط قوي وأنا كمشاهد كل الناس هتقولي لا يا عم معلول لازم يجي حد ماشي أنا معاكم بس هاتوا حد يلعب يعني انت هتجيب حد تقعدوا لي أنا طول بقى كم سنة احنا خمس سبع سنين الحتة دي محدش بيلعب فيها أبس خد بالك المركز الوحيد اللي دايما بتتكلم على أنه البديل فيه محمد أشرف على فكرة حامك وياس جد ولعيب لما خد فرصة يعني تقدر ترهن عليه في المستقبل لكن في النهاية في مطشط مهمة فيه قلة خبرة فيه عوامل كتير جدا فيه عدم توفيق فيه تهور وبضرب الجزاء فيه فاول مش عارف يقوم براجع من إصابة ومش مكتامل اللياقة المركز الوحيد لما علي بيغيب الباك الشمال عندك بيغيب بيربك لك حساباتك يعني على مستوى الأجنحة وخط الهجوم لو غاب حسين غاب برسيتاو أنا كمك جمهور قلي لو على نص الملعب غاب حمدي غاب ديانج غاب سلية غاب مروان غاب أي اسم فيه البلسمنت فيه البديل اللي هو بيقدر يعود الممطقة دي حتى حرص المرمى اللي بقالنا كنا موسمين عايزين حرص مرمى اللي اتنين بقوا يعني شوبير عمل شوف رغم النظار في مطشط وليلة جدا خلاص اديك عاد تقولي عندي وعندي 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 بس ما عنديش قدام ما عنديش الورقة اللي انا ارميها فاكر فوفانا الراجل سنترفيروت بتاعنا دا اللي كان بياخده كرة من نص ملعب يطير بيها وكان عنده شخصية فيه لعيب بيبقى عنده كرة وشخصية والشخصية اهمة من الكرة اللي هو يلعب في المربع دا دا يقع على ايفونا اه ايفونا 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 سوري فاكر ايفونا دا عاملت دا اه طبع هايز نوعيات دي شوفت كهراب شوفت شخصية كهرابة جوه السندوق السندوق بقى واحد بقى اه بدني اه اثنين وعشرين تاتة عشرين سنة اه وكل واحد فيه مميزات وكل واحد فيه حتل غصة موسم الانتقالات في مصر دي مشكلة بالنسبة صداعف عند النادي الاهلي يعني انت الموسم بتاعك لسه قدامه انت بتكلم في من يمام من يمام يعني شهر ونص احنا احنا عشان الدنيا عندنا اه النهاردة الناس بكلمت في بيع وشراء اه اللعيبة هتطلع اه في نص الموسم اه عشان انت تشتري اه السوق شغال الناس اللي باعت باعت والناس اللي اشترت اشترت هو البطولة دي من ايجابياتها اه من انت عندك مساحة رؤية في الفترة الجاية كبيرة جدا اه ومحظوظة على خريطة الدنيا كلها ان الناس كلها تتمنى تيجي تاعد معاك حيبس سأل التفاوت ولكن الفلوس هي دايما اللي بيقولك يتصرف فلوس يتصرف نظر في لعيبة عجبتك في افريقيا السنة دي كابتن شريف هم فرقة سان داونز سان داونز بس اه ما عنديش حد تاني خد عيني كده لو في حد خد عيني هناك هيبقى سنه كبير اه والراجل باكلفت بتاعه الوداد الوداد يحيي عطية الله يحيي عطية الله كويس اول باكرايت بتاعهم كويس اول فهم دول ولكن انا لو شايف فرود ولا شايف حالك انا عوارني اه دول لعيبة عندهم هدوء عندهم تالنت عندهم سرعة عندهم ممكنيات كبيرة اه متأكلش عيشة كابتن شريف ما عرفش حظوهم كبير مرداد توفيق والنحتم التوفيق الغرور بتاعهم تاخد بالك بردو الغرور بتاعهم ده فرقة مغرورة جدا انا مع كابتن اشرف ممدوح قبل مطش الوداد سان داونز بعد ما تعدلوا في المغرب وقبل مطش قلت له الوداد هيوصل نهائي قال لي ازاي سان داونز قصة انهم اتمنينا مش قولنا لا لا بس انا اقول لك حاجة هم معهم السر بتاع فرقة دي معهم السر التعامل مع الفرقة والله يا كابتن شريف اول مطولة خالص قلت اجمد فرقة بتلعب كرة في افريقيا سان داونز قبل مطولة ما تبدأ هما بقلهم موسمين فرقة عندها كرة برازيلي برازيلي اه ستايل كرة يمتعك وفعال الباكليفت انت بكلمني عنه عندنا يروحوا رايح باهاف في قصة الملعب ساب الباكليفت بتاعه وعمل زيادة عددية النص الملعب يستلم من الرجل اللي جاء لهو غير مراقب اه بس هما يروح عامل زيادة ومدي الكرة لقدامه ومكملين كلهم شوف عندهم حرية في الملعب غير عدية بس هما لما راحوا بريتوريا يعني لما تعدوا صفر صفر في كازابلانكا وراحوا بريتوريا هما راحوا هما حاسين هما في النهائي إذا ما كانوش كمان حاسين هما خدوا بطولة ده جابوا جون في الوداد وطلعوا في صايد بسانتي يعني كان ممكن حيكسبوا هناك واحد واثنين وتلاتة ده ضيعوا المطش هناك واعتذروا دول بيكسبوا فرق بره على أرضهم ويجوا يعتذروا الجمهير ويقول لك احنا قسفين احنا كسبنا كده بس احنا قسفين يتعدلنا سفر سفر ولكن احنا أنا تمنيت حاجتين في التصفيات دي أول مطش قبله مين طلبت الرجاء الحمد لله جات لي الرجاء الفاينال طلبت الوداد قالوا لي ده بيشمعنا الوداد ترمج عشان سانداون جامد بس أنا بقعرفش ألعب على ملعب سانداون إزاي اللعب ده ما يراحنيش أنا كشكل وكنجيل وجمهور قريب مني قوي وكسة كده احنا حفزنا في أفريق فطلبت الوداد لإني عندهم ملعب كويس أقدر ألعب فيه كرة فير بلاي ألعب كرة فير بلاي إمكانياتي وإمكانياتك هو اليوم ده أنا اللي قدر أكرر فيه أنا إذا كنت البطل ولا مش حقدر ففي شمال أفريقيا أنا قدر أتعامل مع شمال أفريقيا إنما في جنوب أفريقيا أنا الجو العام نفسه أنا أم أعرفش الدنيا لوكسوزين شكله إيه المطر حينزل ولا مش حينزل حاجات كلها ضد لكن يظل أنه مستوى المنافسة في البطولة دي بان إنه في تطور كبير جدا في الفرق لابت نفسك أفريقيا طبعا وربنا نصرك نصرك كبيرة جدا طبعا وده يحتم عليك إنك تبص الأمور في فكرة إنك راح تلعب سوبر ليج إن السنة الجاية على كل شوف إحنا بنتكلم في موسم بقى الطبيعي بتاعنا إنك بتلعب كاسعالة بتلعب شمبيونز ليج توصل كل سيزن المبارنة هائية بتلعب دوري محلي بتلعب سوبر محلي بتلعب سوبر أفريقيا لو جبت يا أحمد تلعب ثلاث مهاجمين السنة الجاية معاك ثلاث مهاجمين السنة الجاية هيزيد عليك بطولة سوبر ليج يا كبت مساعدت أنا سمعت إنها بقى 13-14 بطولة هيا الآلح يلعبها آه ده فيه بطولات الآلح يعتذر عنها إنه مش هيقدر إحنا طبعا بطولة عربية مثلا دي برا الحسابات كاسر رابطة مثلا آه كاسر رابطة أنا بشوفنا الكاسر رابطة ده فرصة منك تطلع على جنريشن تاني يعني ممكن نلعب بالشكل التاني إنما الشكل الهجومي اللي أنا بطلبه أي عشان نكسل عالم الاندي تعرف كاسل عالم الاندي ده فيه بطولة تانية اللي هي بتالت دي 25 كاسل عالم الشكل الجديد نسخة الجديدة اللي فيها 32 لا لا أنا أتكلم على أفريقيا معمولة السوبر ليج السوبر ليج السوبر ليج دي بتالت أفريقيا الجديدة الجايزة بتاعتها 22 مليون إيرو الجايزة بتاعتها مركز أول 8 مليون 20 مليون يعني أنا آخر أبضيت عني يعني أنا قريت مركز يمكن 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 الجايزة الأول فيها بياخد 20 مليون إيرو يعني هتشوفت الكرة رايحة فين والاهتمامات عاملة ازاي وإنت فين هتشوفت أنت فين على رأس المجموعة بتاعت الفرق جي كلها أنت رايح الملك هو الله الكونج وفي أفريقيا يعني رايح فمحتاج محتاج 2-3 فرود قدامك يترجم هو أنت أعمل ما بتروحش بين يمين وبتروحش بالشمال أنا بكلمك مع فرقة بص على كابتن شريف أبني لها قف إيه رايح نكون بقول لها كابتن شريف جمهور الأهلي بيتكلم على قصة رأس الحرب دي بأن 4 مايس وأنت بتروح كم مرة في المطش أنا بكلمك على فرقة هي أكثر فرقة فعالية هجومية على مستوى أفريقيا وعلى مستوى دولي محال هوتو جرانتي الهجوم الشامل اللي أنت بتعمله ده أنا مش ضد عشان متفاهمش بالعكس أنا بكلمك كمشاهد كجمهور أنا ممكن أقول لك أنا مش ريف عبد المنعم خالص في القعدة دي أنا بتكلم بحب الأهلي ياه لو عندي رأس حربة أنا جمدين وبيترجموا لي علي معلول وبيترجموا لي هاني وبيترجموا لي برستاو وبيترجموا لي الصد المنيع بتاع نص ملعاب الكرة التانية هي بتاعتي اللي جاية يعني على طول بيكرروا الهجمة على طول بيكرروا الهجمة دي ما جاتش التانية هتيجي دي ما جاتش أبص الله نفسي برجع زي زمان بكسب 4 و 5 والناس راح هتتمتع احنا هنكسب كامل نهاردة عايز أرجع للجملة دي ما نقدرش نقول أنه في ظل الأدوات المتاحة كولر وظف الأهلي دفاعين وهجومين بشكل رؤى أرقام عامد شو عامل خمس بطلات لحد دي 4 بطلات 4 يعني لو حسبت الدوري نقول 5 يعني لو حسبت الدوري نقول 5 وقدر يحقق 7 فده 9 شهور منهم أول 3 شهور أول 3 شهور تعارف وأبسع الدون وتخول وخروج وبيقابل اير يال مدريد وفلمنجو يعني الرجل العمل هو فيه عشان كده عشان كده عمل ايه على فكرة أعلى شو عمله الأهلي في كاس العالم مش احنا خدنا 2 برونزاية قبل كده مع ميسا هو الشو ده لك انا بشوف الشو اللي عمله الأهلي السنة دي أعلى شو عملنا في كاس العالم اه طبعا وأنا بشوف في السنة الجاية لو ان شاء الله توفر لنا الشكل الهجومي اللي بقولك عيدة هنخبط بقى على ميسا ان شاء الله هنشعب فيه الأهلي دايما انا بقول يا كل نسا بنتكلم لو القرعة فدينا السيتي ممكن جد الأهلي يوصل نحائي لو بره السيتي يعني لو ما ويعناش فوش السيتي في الأول أو في آبل النهائي هو انت المفروض ما تقعش في فوش السيتي ممكن ممكن انت ستروح برضو لنفس أوكلان سيتي مم يعني المفروض لا أنا مش هلعب تمهيد السنة دي أنا أنا لعبت تمهيد السنة اللي فاتت عشان أنا شارك انت ستروح مع اليابان حد من اليابان لكن مفروض في حد من اليابان فيه تحاد جدا الدولة المظيفة السعودية وفيه اليابان وفيه السيتي وفيه لسه كوبة ليبرتادوريس لسه ما هتحددش مينها ساعة ما بقيتش خاف من بتوع امريكا الجنوبية يعني حكسرنا ولا الشمالية انت كسبان سياتل ساوندز وكسبان مونتري من امريكا الشمالية وكسبان بالميراس من امريكا الجنوبية وكنت مفترض تكسب فلمينجو على فكرة وكنت مفترض دمان تكسب كرونسيونس يعني فبالنسبة لي امريكا الجنوبية ما بقيتش اسهلي بكتير كده بلعبوا زينا باتهم يبقى عندهم شجاعة وجرأة يعني اكتر ببو جيين ونمعرفقش يعني يسمعوا عن بطل افريقيا وانما ما لا بيستضموا بالواقع بس لكن انت ممكن تعورهم يعني او تساة ليه مونتري ده احنا كسبانينه بنص الفرقة يعني كتنص الفرقة مع منتخب مصر في المنتخب في افريقيا وفرقة حمد هاني اللي جابه جابه حمد هاني قيمتها تساة ساعة سايميليو خليني ارجع مرة تانية لقصة مارسل كولر في ناس في اسماء مستر كولر بيجب انه يديها فرصة تانية في ما تبقى من الموسم ولا كشف الحساب خلص قلاص يعني ترجع له بقى حولك على حاجة انت شخصايا الوقت بتاعه الوقت عنده تايم يقدر يرجع الحاجات دي تاني او يستكشف الحاجات دي تاني اعتقد عنده بطولة الدوري و بطولة الكاس و لغاية لما هنروح لغاية السوبر طيب على مستوى المحترفين ثلاث اسماء انتدابهم الاهلي وتقريبا حجم مشاركتهم مفترض انه انا ما بجيب لعب محترف يا كابتن شريف مفترض انه يبقى اكيد اضافة صح ولا غلط دم الموجودين عندنا يعني اه كامعة الضوية كريستو بتكلم على قندوسي بتكلم على برونو سافيو التلاتة فنيا قبل ما ييجوا محدش اختلف عليهم والبدايات كانت مبشرة بالذات بالنسبة لبرونو سافيو كندوسي قدم يعني نسبة الجمهور مخنع يعني كندوسي في الاوقات اللي خد فيها قالك عنده كرة تنفع النادي الاهلي كريستو انا شايفه مستقبل كبير للاهلي بصراحة لكن في النهاية سنه سنه اه طبعا سنه امكانياته انا شفته انا انتفرجت عليه برا الاهلي اكتر من انتفرجت عليه مع الاهلي بالذات مع منتخب تونس في بطول الكسر عالي ده لعيب ماسكته الكرة شكل حل لعيب 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 بس هو يمكن انسجام لياقة فكري مدرب لسه مجاش دور وقته يعني لكن في النهاية انا باجي اتكلم على ثلاثة لعيبة محترفة ثلاثة اوراق محترفة مكانوش ليهم التأثير زي أليو ديانج زي معلول زي بيرسي تاو فهم دول محترفين برضو صح؟ محترفين وامكانيات محترفين واندهم شخصية شخصية مين؟ شخصية تلعب في النجل الاهلي ده ممكن او بلعيب كويس وشخصيتي في الملعب انت تشوف ان في ملعب ملعب مع فرقة مثلا مش بتاع البطولات بتاعت انها تقعد في بطولة تمام يعني اخد بطولة ما تعودتش انا على كدد لحد دلوقتي يعني انا جاي في ناس بتيجي تقعد خمس زي افنادي لا تقعد ثلاثة بطولات توتنش مزبوط خالع بفتاح ومراوان اعطايا جم في يناير اه واخدين بطولة افريقيا اربع بطولات واخدين كاس مصر اربع بطولات يعني فالدخول ده ودخول تشغيل الناس دي ما تقلقش عليه وحيجيلهم وقت يشتغلوا لانك انت زي ما انت بتقول الفترة الجاية انا رايح على يعني ثلاثين تدويرة يعني حبقى محتاج كل اللعيبة ومفيش حد ما بيصابش ومفيش حد ما بيكملش ومفيش حد صحيح تبقى محتاج كل الناس دي ولكن احنا محتاجين لو الناس عندنا الكويسين جالهم عقد كويس اول نفسهم وكام ده احنا محتاجين مكان الناس دي الناس على مستوى اي كلاس يعني اي ببارك لك مرة تانية وانا ببارك لك صرفت بوجودك معايا النهاردة مبروك افريقيا وبإذن الله في كل مرة نتقابل رغم انك انت بتتقل علينا لكن 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 في كل مرة نتقابل او ما يقولولي اسمك البلبي حبيبك كابتن شريف حبيبك كابتن شريف انا بقى سعيد وانا بتحرج عليك في كل الأوقات نورت الدنيا وبشكرك ومبروك مرة تانية بروك الجمالين الاهلي والنادي الاهلي والاثناشر قريبة بإذن الله معاكم منتابع طبعا تمرينة النهاردة تبدأ كمان يمكن دقائق من بكرا ان شاء الله نبدأ متابعة تمرينة الاهلي والسعادات المطش الحرس بإذن الله زي ما قال كابتن شريف مطشات الدوري لهوادة منتهل جدية ان شاء الله لغاية لما يحسم اللقب ويحسم اللقب رسميا بعد كده يبقى لينا كلام تاني ومعاكم كل يوم بنتابع الاهلي بشكركم على متابعة حلقة النهاردة تحياتي لكم اشتركوا في القناة